واش 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 اول حاجة بعدها وشكرا مزافة للدعم ديكم في فيديو اللي فات شكو مونتارات فريمو كانو نظيم بزاف وشكو موتيفيني مقالوه لكم فيديو وديم ثانيا الى بل لكم صوتي شوية غريب لك شاهداش صباحة مرات واسبروا عليها وصنفي الموضوع اللي غادي ندرع عليها اليوم هو شوية عابط حيش غادي نشوفو اغبة وابشع طرق متوبها الناس في التاريخ وكي وخال الطرق هدي عبطة وكيش مرات كيشكون فريمو قاصحة وباشيعة وما متصورش كيف يشكلوا الناس كيقدروا يدروا هشي مش حلاء هدي ومن بعد ما غادي تسالي هالفيديوهاته غادي تحمد الله انك ما تشوي تشفت الزامن اهلا من قبل ما بده الفيديو ديانه كلكم معارفين انه باش تربح من تيك توك من خلال الفيديوهات كيخصك كونت سباسيال اللي كي تسمى كونت بيطر واليوم ش بليكم هاد الرياضة اللي كيقدمت لكونتات هاده بتامن رمزي يعني غادي دي كونت ويجد محقق شروط فغير غادي تشدو غادي تبدأت بوستاي فيه وتبدأت تربح لفيديوهات ديالك كيف ما كتشوف في سكرين نات قدامك وهدري هاده مكتر الخير هاته وانما حتى الكونتات ميرش باي امازون ويجدين حتى وما وبنفس السامان كونتات سبوتيفاي نيتفليكس كيبيع فولوورز انستا وحتى يوتيوب مهم اي حاجة غادي تحريك في بارك كيدر هاد الرياضة بتامن زوين واهم حاجة في هاتشي كامل انها تقيقة وعلي حسابي وايضا مؤخرا نزاد واحد الخيطبة جديدة فين إلا بغتي تشيري شي حاجة من عند شي حد مين ما كانش عندك كونت بونكير باش تفير سيلي الفلوس وهو كيدير ليك هاد العملية هاده وانتا كتعطايا غير روشارج اورونج وصافي وما غديش حشارج البونكير يقع الرابط ديال انستا جرام دياله وغدي يخليكم من تحت صندق الوصف داروا لدخلوا عندو تشوفوا شنو كيقدم ولمنزل نطول اليكم كتر ينام داون ايش هم في قصة دياله تايب وورم دايت صو باش تكون زوين في العصر الفيكتوري كان واحد تراند ديال الفاشن واللي وخص الخسر ديالك يكون ضيق بزاف وهذا اول معيار الجمال اللي كان في ذاك الوقت يعني وجهك يكون كيف مكان طورة ديالك تكون كيف مكانت مو يمكن شك تكون ضيقة شحال ما كان الخسر ديالك ضيق والمعيد ديالك ما كيناش شحال ما كتعتابر زوي ولكن هاد شي كان صعيب بزاف انك تحققوه وخاصة في ذاك الوقت فاش ما كانوا لا عملية جراحية لا ريجيم زيان لاوالو ولكن كانت واحد طريقة اولي هي تايب وورم دايت اولى الريجيم ديال الدودة الشاريطية اولى السينتة كيف مكان قولولي احنا فالبنت كتتمشي وكتشد البيضة ديال ديال ديالك السينتة وكتاكلها وفاش كتفقص ديالك البيضة وكتكبر ديالك الدودة لداخل ديالها وكتشد التاكل معها في الماكلة اللي كتاكل البنت وكتنقص ليها الكالوريز ديالها والماكلة اللي كنتشد البيضة وهو شي اللي كيعاونهم يحقو ذاك الخسر الميتالي حتى في طبيعي ديال يلما ماتشيه اللولا هيش هالطريقة اللي كانوا يديرو كانت تحدث معها بزاف ديال الفيروسات للجسم ديالك اللي كي اطاكي و الرية والقلب وكيفصوحته للدماغ شي مرات إذا ما متينش بنيت شي كامل فالله كيضرع لك الشي اللي بغيتي وكتضعف والخاصر ديالك حتى وكي بدي يضعاف وكي شيري بغيتي يترانيس وكي لكي يتحاب لك صافي يا ربتي من الموت وغير حيش اش مقتلاتك ش الدودا لا لا ما تخافش غادي تموت غادي شبوت حيش كيوصلوا لواحد مرحلة فين صافي ديك الدودا قد صغار دا سو خاصوا ما حيدوها من الجسم ديالك وكي غادي ديروا ليها طب هاي بكي بدي يصيد لا لكي اضرب هاك بسه حرفيا غادي بدي يصيد حيش كي شد واحد القطيب بعديني طويل وفي الرأس ديال ذاك القطيب كي هنا واحد شوكة صغيرة بهدف انه يهبط ذاك القطيب من خلال الحلقة ديالك حتي يوصل لكرشك وديك الدودا يخشي هاف ديك الشوكة ويش بداء كي غادي ديروا لي شي هذا الله علموا وكي ناكا كانوا كي ديروا ليها وهات شي طبعا إلا ما بتيش انتر لول عو تاني حيش اغلب الحالات ذاك القطيب وهو داخل او لا فاش كي يكون خارج كي يجرح قاية على أعداء الداخلية ديالك وكتموت بالنازف انيوي يعني غادي تموت غادي تموت ضينا فشكل شنو كانوا كي ديروا للنازش حال هادي وكن نظن نكون وقية تولت في العصر الفيكتوري ما قدر نسورفايفي في حتى شي نهار وقوة الحماق اللي كانوا كي ديروا للناز دي الساعة وينليك وخاصة طرق ديال الموت اللي غادي نوريك في الفيديو من هنا الفقرة غادي تحمد الله انك حيش تولت في هدل وقيتها هادي سكافيسيزم اه منين غا نبدأ ده مكن نضحك ولكي بفراهم ولكي مكن يضحكش والله وش حال هادي يعني 400 سنة قبل الميلاد كانت واحد طريقة ديالتعديب اللي اسميتها سكافيسيزم ببساطة إلا درتي شي شي جريمة اللي كتسهل عقوبة الإعدام وليه في ذلك الوقيته كانت أي جريمة كتسهل عقوبة الإعدام فإلا كان عندك الزر غادي قتلك بطريقة عادية اما إلا كنتي بحالي وانتوز زهر خطان متوازيان فإن أمرهم غادي تلاقاو واجي نوريك شنو غادي ترى لك فاش غادي تحكم عليك بإعدام بطريقة سكافيسيزم غادي نوضو وغادي يشدوك وحطوك في حت الصندوق اللي في خمسة ديالتقبات لينك تخرجي يديك ورجليك وراسك وكيبدأو يوكلك أطعمة اللي فاسدة اللي كتجي بلا دياري انت فاش كتخرج دوك الفاضة لها سدية ولك طبيعا الحال ما عندك ش كدير تنقي داك شي شي وكيبقى وتمك في داك الصندوق وهد شي اللي كيخليك تجدب قاع أنواع الحشرات اللي كيياكلوا داك شي سحب لك سالينا احنا يلا بدينا كيجددوك الأطراف ديالك اللي خارجي من الصندوق يعني يديك ورجليك ووجهك وكيغطيهم بالعسل والحليب وهد شي اللي كيجدب حشرات كتر الجسم ديالك أو تاني الحشرات الصافة كيجمعو لك بزاف وكيبدو كيياكلو مزيان وفاش كيياكلوه كيخصوم فين يحطوا البيض دياله وباش يحطوا البيض دياله بخصوم شي جو يكون سخون وما كيلقعوش محسن من الجو اللي كيعينو لداخل الجسم ديالك سو كيدخلوه وكيحطوا البيض دياله في المعدة ديالك وذلك البيض عاو شاني فاش كيف قص كيبدي تغدى على الأعضاء الداخلية ديالك وانت غادي كتبقى كتتعذب الأسابيع وشي بعد مرة حتى الأشهر حتى غادي تموت في الأخر يعني غادي تموت بسبب حشرات في الأخر وهذه المدة كتكون طويلة بزاف اللي كتبوت فيها وكتعتبر من أسوأ طرق التعذيب اللي كانت في حال هذه وليجاوي كتشي فيها لعادة بزاف سننا حتى تشوف شنو ما زال كيين في هذا الفيديو هذا مقوم ما نكملوه يليش بشارعاتك مستعبه هذا الفيديو حتى اللابا خلي واحد تشارعك واللايك للفيديو حتى الشي كي يعاوني بزاف ده برازن بول اه يا ربي عليش درسيت الفيديو أولا حتى كنت نظر بزاف منكم عارفين هالطريقة هذه ولكن بالنسبة للناس اللي ما عارفينها اش هالطريقة ديو التعذيب هذه كتتتامد على الأنومي طيبو كونتا حي كيشدو حطور مصنوع من نحاس ومن الداخل ديالو خاوي وليش خاوي حتىش كيشدو كيخشيو كالداخل ديالو كيشدو الكلمة ومن بعد كيشدو العافية وكيشعلوه من تحت الكرش ديالدك والحرارة كيشبدو تطلع شوية بشوية وقد كتتت تحس براسك ونفوصت فررران حيث شiges راك نفوصت فررران وهتالي كيخليك طيب وانت حي وكتمووش بشوية يعني ودك التور من الجيهة ديالنيف ديالو كيكون واحد تقابي اللي صغر وانت فاش كيبدو التحرق وكتغوت الصوت ذيالك كيخرج من ذلك التقابي وكتتسمع بحات الصوت ديالتور اللي كيكون غاضب وفاش كيبدو التور يغوت هنا كيعرفو كم اللي بص تحركة تعدب وش حلم ما الصوت كان عالي وش حلم ما كعجبه من حار كسر حب ما اقصى الرومان كان معروف عليهم بلي كانوا ساديين بزاف في طرق التعديب دياله يعني يقدروا يكونوا مكلخين في كل شي ولكن إذا تعلق الأمر كيف يعدبوا شي واحد ولكن يقول ليوا أكثر واحدين المبداعين في كل هذا وغد يختاروا واحد طريقة فيل غادي يعدبوك بها وايضا تكون ديكور في القصر دياله فإذا تحكم عليك بها الطريقة هادي ولي هي كيش دوك عايز يمشاهد وكيعلقوك في واحد العمود اللي طويل بزاف وانتك يكون في الرأس دياله إذا كعندك شوية زهر الغير بتوكي غير بحبه الوصافي لكن أنا عاربك ما عندك زهر فغادي يصقوك شماك بالمصامر وكيش دوك يدورو على ذاك العمود وكيبدو يخشوف فيها مصامر طوال تكتلصق فيه من بعد كيش دوك يغطأوا كامل بالشماع اللي بطاق الاحتيارة فاو بديتك هتعرف شلو غادي يطرها دابا كيشعلو العافية في واحد الحبل كيكون مربوط بيك وذيك العافية كتبقى طالعة حتى كتوصل للشماع اللي انتبه الطيبة وكيبدأ ذاك الشي كيتحرق شوية بشوية بحال الشماع النيس وهذه العملية كنت تأخذ أيام والإنسان كيتحرق عادي كيموت حيجي الشماع ما كيتحرق شطغية وكانوا كيفتاخ روبات طالقة ليتعدي بالدرجة كانوا كيحطوها تشخصها دي كيتحرق في القصر ديالهم كمصدر إضاءة زيما وفاش كيموت كيجيبوا شي واحد آخر عادي ما محتاش تشري الشماع وانت قادر تصيبه دراسك إتس كريزي والله والحمد لله ما تولت شو ذلك الأوقات حتى أنا عارف راسي ما غندوس فيه بحسنهار مقاد بغضي لموت عارف الخوض الفكرة دياله الفيديو شوية غريبة وعابيطة وعمر يدرج بحاله ممكن حاول نجرب حوية جداد باج نشوف أحسن حاجة كي تجبكو حتى تقول لي الرأي ديالك في التعليقات ايضاً الى بتل ديسكريبشين ولو صندوق الوصف غدي تلقاني حط لكم واحد الفورم فين تقدروا تخشارحوا لي الأفكار ديالكم الفيديوهات الجيدين فتقدروا تدخل لتماك وتكتب لي الفكرة ديالك اللي بغيتي فعموماً احنا هنكون وصندنا النهاية ديال الفيديو هذا أتمنى تسمحوا لي على صوتي فرايمة ومرايدة وكيف نفس الوقت ما قدش من دير لكم مش فيديو ومن تنسى تشغلي واحد لايك وتشارك في القناة وايضاً مش تشوف فيديوهات اللي يفاتيون مش أكد ردي يعجبوك وليك عندك شي دردي صاحبك يعجبو الأنواع ديال الفيديوهات حاول صفت له الفيديو ديالي أكتر يعجبو وكان معكم بلاك وتشوفوا فيديو جديد وبيس